جرينلاند أكبر جزيرة في العالم وأصغرها من ناحية الكثافة السكانية تبلغ مساحتها 2.2 مليون كيلومتر مربع في حين يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة فقط بمقارنة بسيطة فإن مساحتها أكثر من ضعف مساحة مصر التي يقطنها أكثر من 100 مليون نسمة تتمتع الجزيرة بالحكم الذاتي في ظل السيادة الدانماركية حيث لديها حكومة وبرلمان وتساهم الدانمارك بثلثي ميزانية جرينلاند بينما يرفض نشاط الصيد البحري الميزانية بالجزء المتبقي تتمتع الجزيرة بنهار دائم لشهرين متواصلين في العام ويغطي الجليد نحو 80% من مساحتها ورغم أن ذوبان الصفائح الجليدية في جرينلاند يمثل مأساة عالمية لكنه يمثل فرصة لصناع السياسة في واشنطن وموطئ قدم في أرض الثروات فمع الانصهار الجليدي الذي بدأ بالفعل يتوقع أن تصبح الكميات الهائلة من المعادن وموارد الطاقة المتواجدة في الجزيرة سهلة الوصول حيث تشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن القطبة الشمالية يضم 22% من الغاز الطبيعي والنفط الموجود في العالم إضافة إلى ذلك تحوي جرينلاند خام الحديد والرصاص والزينك والماس والذهب والنحاس واليورانيوم وليست الثروات فحسب ما يحرك رغبة الرئيس الأمريكي في شراء جرينلاند فالجزيرة تحتل موقعاً استراتيجياً يمكن استخدامه للأغراض العسكرية فهي تبعد أقل من 1600 كم من القطب الشمالي ولدى الولايات المتحدة بالفعل وجود عسكري هناك يتمثل في قاعدة ثول الجوية وهي منشأة تابعة للقوات الجوية وبنيت في العام 1943 وتوفر إمكانية إطلاق تحذيرات للصواريخ ومراقبة أل